بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل في هذه المحاضرة لستability of floating and submerged bodies وفي هذا القوز بنستكمل اللي هو الدرمجز for the floating bodies from figures we found that the distance am equal distance cn and equal p theta over 2 it is firstly equal p sin theta p over 2 sin theta but for very small angles we can consider the theta equal to the sin theta في الزواج الصغرى بنعتبر ان قيمة الزاوية هي نفسها قيمة الزاوية volume of the wedge AOM equal to the area by the lens area is nص مساحة المثالث عندنا نص القاعدة في المسافة بتاعته AOM في الطول بتاع الشب عندنا L and we substitute here we obtain p square theta L over 8 the weight of this edge of water equal to gamma p square theta L over 8 we found this we have two forces and this force make moment like this and this force make moment like this this distance equal to 3 T over p and this is the weight of the wedge and this make a restoring couple يبقى الفورس هنا والفورس هنا متساويين بيعملوا لي عزم بسميه عزم restoring couple وبيساوي مقدار القوة في المسافة بين القوتين يبقى مقدار القوة gama p square theta L على 2 بالساوي gama p square theta L على 12 وبختصر هذا الكلام بيديني مقدار المومنت of restoring قبل هذا المومنت of restoring قبل بيقابله مومنت آخر نتيجة تغير مكان مركز الطف من b الى b dash يبقى عبارة عن قوة الطف اللي يلجام في الdisciplined volume مضروبة في المسافة pp واحد وبساوي ال 2 مومنت مع بعضيهم مع اعتبار انه المومنت of inertia او second مومنت of area اللي هو lb cube على 12 بعوض في المعادلة اللي موجودة عندنا وبختصر يظهر عندي القانون المهم جدا انه bm بيساوي i على v حيث i المومنت of inertia of the blind area drawing by the water line بنقول عبارة عن عزم القصور الذاتي لمساحة الشكل يترسم بالمية على حجم الماء المزاح وطبعا عندنا المومنت of inertia هنا للحجم بتاعنا يترسم يعني لو عندي سطوانة هي اللي طافية يبقى ترسم لدائرة لو عندي متوازي مستطيلاتي بيرسم لي مستطيل وهكذا بنلاحظ احنا عرفنا وقت الثلاث مراكز المهمين جدا عندنا اللي هو m والج والجي والبي احنا بنسمي المسافة gm دي اتزام متاسنتر كايت اللي هو ارتفاع المركز البين ولذلك احنا بنقول الارتفاع اللي بحسوم المسافة gm اللي بحسوم bm مينص bg اذا حسبنا هذه المسافة ولقنا انها قيمة مجابة وده معناها ان ال m اعلى g وده يعني الجسم استابل اذا حسبنا هذه المسافة ولقناها negative sign معناها ان ال m جات تحت g ويبقى الجسم انستابل اذا لقنا هذه المسافة gm معناها ان نقطة m ونقطة g اصبحوا نقطة واحدة بسميه وضع متعادل وده معناها ان ال m coincide g يمكن احنا بالنسبة لنا الجسم الغاطس والجسم الطافي شفنا الشروط الاتزان هنا وشفنا الشروط الاتزان هنا ولذلك انا عندي بالنسبة للجسم الطافي عندي تلات مراكز مهمين جدا لو مركز الطاف ومركز السقل والمركز البين ولذلك strategy for solving power problem عشان اللي هو مركز g بعد كده انا لما عرفت طول الجزء المغمور بحدد النقطة التانية السنترويد بتاعنا بتاع مركز الطاف وعبارة عن السنترويد بتاع displaced volume بحدد نقطة بحدد نقطة بحدد بعد ما بحدد نقطة بحسب المسافة g بعد كده بحسب المسافة بم باستخدام القانون اللي احنا اثبتناه وهو عبارة عن i على volume displaced وده قانون مهم جدا على سبيل المثال لو عندي circular section the i بتاعته انت عارفها اللي هي by d 64 64 وبحسب الحجم بتاعنا وبعوض بدي المسافة بم يبقى انا عرفت المسافة bg وعرفت المسافة bm بحدد اللي هو الميتا centric height gm اللي هو عندنا الميتا centric height ده هو مسافة مهمة جدا جدا عندنا اللي هي بتحدد لي مدى استقرارية الجسم الطاف gm دي من صفر في الجسم stable يبقى طول ما هي اكبر من او يساوي صفر الجسم stable على واشك طالما هذه المسافة gm قلت عن الصف يعني اصبحت negative يبقى الجسم هنا unstable وده هي خطوات الحل بتاعتنا بتاعت اي مسألة وان شاء الله في المحاضرات القادمة هنبدأ نستكمل حل هذه مسائل تطبيقات على هذا الجزء اشتركوا في القناة